اهلا بكم ثمت من يؤكد أن التجربة الديمقراطية في العراق التي أسسها الأمريكيون باتت في طور الاحتضار الكامل لأسباب عديدة أهمها بدايات وظروف نشأة هذه الديمقراطية التي خرجت من رحم مشروع الغزو الأمريكي في العام 2003 وكذلك لعدم وجود مؤسسة حقيقية قادرة على تصحيح مسارها أي الديمقراطية وعدم وجود قيادات أو حزاب حقيقية تؤمن بالديمقراطية وقيمها الأمر الذي جعل المجتمع العراقي الرازح تحت وطأة الفساد الحكوم العام والتردي في كل مستويات الخدمات العامة منذ 16 سنة يتساءل عن جدوى الانتخابات العديدة والنظام الديمقراط فبالرغم من إجراء خمس دورات انتخابية برلمانية منذ العام 2003 إلا أن هذه الانتخابات وما تمخض عنها لم تخطو بالعراق الجديد خطوة واحدة باتجاه إقامة نظام ديمقراطي حقيقي وبالتالي سار الوضع العام في العراق من سيء إلى أسوأ إذ قاطع أكثر من 83% مما يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بسبب فشل الانتخابات السابقة في تقديم أي منجز سياسي واختصادي أو تنموي مفهوم وحقيقة الديمقراطية في العراق وما سنرحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية هل النظام السياسي الحالي في العراق الذي صممه الأمريكيون عام 2003 هو نظام ديمقراطي حقا؟ وهل فعلا فشلت قوى العملية السياسية كلها في ترسيخ تجربة ديمقراطية محترمة في العراق؟ وهل ثمت جدوى من ديمقراطية صورية كما هو الحال في العراق في ظل فشل سياسي واقتصادي وتنموي وهل ثمت رهان جد على قوى سياسية مهوسة طائفيا وعرقيا في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في العراق؟ لكن أليست الديمقراطية عملية تراكمية تترسخ مع الزمن والممارسة؟ وليس لها أن تنضج بين عشية وضحاها ضيوف الطاولة رافع الفلاح عبد الحميد العاني مثنى عبد الله بين تداول السلطة وتدوير السلطة تقارب في اللفظ وافتراق في المعنى الأولى مبنية على أسس ديمقراطية والثانية مبنية على الاستبداد والمحاصصة في العراق حكي عن ديمقراطية حديثة أسسها النظام العسكري الحاكم في بغدادة من قبل الغزو الأمريكي فوضعت قواعد لعبة سياسية تعتمد على تدوير الأشخاص ضمن تفاهم حزبي كانت مضلته تعليمات الاحتلال الأمريكي ثم الإيراني سنوات طويلة وعماد المنظومة الحاكمة هو حزب الدعوة حتى كثر الشركاء وتزاحموا ليزيحوا الحزب عن الواجهة بأحزاب لا تختلف عنه من حيث التوجه والمسيرة أربع سنوات كغيره من الدول الديمقراطية هي مدة البرلمان والحكومة والرئاسة في العراق وتجرى أيضاً انتخابات كانت تفرض على الشعب فرضاً قبل أن يقاطعها بشكل شبه كلي عام 2018 هذه التوليفة السياسية يفترض بشكلياتها أن تعبر عن نظام ديمقراطي لكن الشعب الرافض لها يدرك أنها مجرد كرة يتقاذفها شركاء تدمير العراق فوق ملعب خرابه 16 عاماً ويزيد ما الذي جلبته ديمقراطية واشنطن؟ يجيب الشعب عبر احتجاجاته التي لم تهدأ جلبت الفقرة والجوع والتشريدة والطائفية وحولت طهارة أرض العراقي إلى مكب لنفايات المشروع الإيراني فرخت ميليشيات وعصابات سطت حتى على هواء البلاد ولم تدرك قشة إلا ونهبتها تاركتنا الشعب في وجه عواصف المجهول المرعب من المقاومة المسلحة إلى انتفاضة تشرين شعب بلسان واحد يقول لا للمنظومة الحاكمة منذ الاحتلال وحتى الآن بالحديد والنار قمع حراك المدن المتفضة وبالأسلوب ذاته قامت فرق الموت بقمع انتفاضات متتالية كان آخرها احتجاجات جنوب ووسط العراق عام 2018 لكن وسائل القمع والترهيب لم تتني الشباب العراقي من أن ينتفض مجدداً بزخم أكبر بعد أن فهم الحل وأدرك طريق الخلاص لا أمل في الإصلاح حتى نطالب به بل أن المستقبل المنشود يحتاج إلى اقتلاع جدور كامل العملية السياسية حتى صارت الثورة بالنسبة له أمالة وواجباً أخلاقياً ووطنياً لإنقاذ العراقي من مخالب الاحتلال وأظافر أتباعه أهلاً بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في مفهوم وحقيقة الديمقراطية في العراق الجديد ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق وسيكون معنا أيضاً الدكتور مثنى عبد الله الكاتب والباحث السياسي مرحباً بالضيوف الكرام جميعاً دودانا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور كل مجريات الأمور في العراق ثمت إجماع من المناهضين للعملية السياسية وحتى للمشتركين أقطاب العملية السياسية أن الديمقراطية في العراق فشلت بل هي في طور الاحتضار والموات الكامل لماذا هذا الفشل الذي أصاب هذه العملية الديمقراطية على الرغم من كل التحشيد والدعم الذي حظيت به ويكفي أن وراءها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 200 ألف جندي جاءت عام 2003 وما زالت تدعم ما يسمى الديمقراطية في العراق لماذا هذا الفشل الكبير والذريع بسم الله الرحمن الرحيم هناك فرق صاد ماجد بيننا تكون هناك تجربة وتفشل وبين أن تكون هناك لا تجربة في العراق ليس هناك تجربة ديمقراطية بعد الاحتلال هذه كذبة كبيرة الحقيقة لأن الديمقراطية لا تستوي ولا تأتي على سطح واحد مع المحاصص الطائفية والإثنية التي تتشكل منها العملية السياسية الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت العراق وقالت جئنا بالديمقراطية بعد أن قدمت أسباب الاحتلال العراق كثيرة منها أسلحة الدمار الشامل والأرهاب وغيرها عندما سقطت كل هذه قالت جئنا من أجل الديمقراطية وهكذا قال الرئيس الأمريكي بعد ذلك بعد السنين الرئيس قالت لم نذهب من أجل الديمقراطية أصلا إلى العراق ولا إلى أفغان وهذه الحقيقة الديمقراطية لم تكن هي تجربة مطبقة بالعراق لكي نقول أنها فشلت كل أطراف العملية السياسية التي شكلت هذه المحاصص الطائفية والإثنية بدءا من مجلس الحكوم التي تشكل بهذه المحاصصة الغريبة الطائفية 13 شيعة 5 سنة 5 أكراد ما أعرف شنو واحد مسيحي طريقة غريبة عجيبة لم يألفها العراق ولا بتألفها أي أنظمة بداية من هذه شكلة في العراق نظام سياسي مبني على هذه القضية هذه القضية لا تشكل معها الديمقراطية والديمقراطية بناء تراكمي بناء فكري وأخلاقي وتربوي يتربى عليه المجتمع وتربى عليه السلطة السياسية أو الطبقة السياسية بطريقة واضحة الطبقة السياسية التي تحكم العراق منذ عام 2003 لحد الآن اختصرت مفهوم الديمقراطية بمفهوم الانتخابات أرادت أن تقنع الناس أن الانتخابات هي الديمقراطية والانتخابات ليست الديمقراطية الانتخابات آلية من آليات الممارسة الديمقراطية مظهر من مظاهر الديمقراطية لكنها أرادت أن تقول هذا الديمقراطية يجب أن تحقق عدالة اجتماعية يجب أن توزع الثروات بشكل عادي يجب أن هناك عدالة في المجتمع هناك تنمية هناك تقدم هناك فكر هناك التربية هناك تعليم هذا كل مفقود أمن ثابت استقرار ثابت حكومة واضحة حكومة منتخبة الشعب وحتى باختصارهم لهذه الآلية بالانتخابات في الديمقراطية الديمقراطية تعني أن الشعب هو من يمثل من يمثل السلطة كلها والسلطة التي تحكم البلد هي مجرد مجموعة من الموظفين عند الشعب يقيلهم متى شعر أنهم لا يلبون مصالح الوطن مجطالحة يقيلهم هذه غير متوفرة لدينا الآن وأبسط مثال الآن ما موجود هذه التظاهرات الآن الشعب عندما يطالب بحقوقه بحقوقه البسيطة في الحياة يخرج عليه السلطة بالحديد والنار والسحل فإذن الديمقراطية غائبة مشروع لم يطبق بالعراق الحقيقة مشروع مشوه إعلامي أكثر مما هو على واقع يعني الواقع على الأرض دكتور مثلنا عبدالله يعني أليس من الظلم القول أنه ليس في العراق ديمقراطية لم تكن هناك تجربة أصلا حتى تفشل هناك الكثير من مظاهر الديمقراطية في العراق بعد 2003 هناك انتخابات هناك تداول سلمي على السلطة هناك حرية تعبير تعبير مختلف تعبير صحافة تعبير إعلام هناك عشرات من الفضائيات هناك تعددية حزبية خمس دورات انتخابية جرت في العراق ومع ذلك يقال أنه ليس في العراق تجربة ديمقراطية تمام في الحقيقة هناك فهم يعني غربي خاطئ ويقع فيه حتى المفكرين الغربيين يعتقدون بأنه الديمقراطية يمكن تصديرها إلى دول الأخرى وبالتالي يعتقدون بأن الديمقراطية شكل واحد هو الديمقراطية المرتبطة بالأفكار الليبرالية الموجودة في الغرب هذا الفهم في الحقيقة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وحاولت تطبيقه في العراق لكنه العراق كبلد وكشعب في الحقيقة تعرض إلى عملية تلقي سلبي أكبر عملية تلقي سلبي في التاريخ يعني فجأة وجدنا بأنه هناك 160 صحيفة يفوق عدد 100 قنوات فضائية ممكن الكلام وتناول المواضيع المطروقة بالساحة العراقية لأي إن كان وإعطاء آراء مختلفة في هذا الموضوع في الحقيقة هذا كلها كله كان خطأا جسيما وقعت فيه الإدارة الأمريكية لسبب رئيسي واحد أنه الديمقراطية أولا لا يمكن استيرادها وتطبيقها على أرض واقع آخر والديمقراطية تحتاج إلى ظروف بيئية واجتماعية تختلف تماما عن البيئة والاجتماع الغربي وبالتالي وجدنا بأن هناك فشل ذريع لعدم وجود بنى تحتية في الحقيقة للديمقراطية الديمقراطية تحتاج أولا إلى ثقافة وإلى وعي بشري لموضوعة الديمقراطية وكيفية الاتزام بها وكيفية تطبيقها وكيفية احترام الآخر تعطي الديمقراطية حدود حرية مسموحة للناس حرية التعبير حرية انتماء للأحزاب لكنه لا تسمح بقيام أحزاب على أسس طائفية وعرقية ولا تسمح بطرح آراء أن تكفر الآخر وتنتقص من الآخر لأسباب عرقية وأسباب طائفية وكانت هذه الطامة الكبرى ثم وجدنا بأن هناك عامل أساسي دخل في هذه المنظومة وهو عندما سلمت الولايات المتحدة الأمريكية السلطة إلى الأحزاب السياسية هذه الأحزاب لم تكن في الحقيقة حتى في بناءها الداخلي قائمة على أساس المشروع الديمقراطي نجد كل نعرف جميعا بأنه كانت حتى مؤتمراتهم في خارج العراق في أيام المعارضة كانت قائمة على أسس طائفية وعلى أسس قومية وبالتالي لا يمكن يعني عندما تنظر إلى الهند هذا البلد العظيم الذي يوجد فيه المئات من القوميات والطوائف وبالتالي تجد بأنه الهند تعتبر أعرق التجارب الديمقراطية لو قامت الديمقراطية الهندية على أساس نفس المقومات التي قامت عليها الديمقراطية في العراق ما تسمى في العراق لو وجدنا بأنه الهند ليست موجودة على الخارطة اليوم لهذه الأسباب وبالذلك هذا الفهم في الحقيقة كان فهم عشوائي وكان فهم سطحي لموضوعة الديمقراطية لذلك فشلت كل الجهود في إدخال معنى الديمقراطية يعني لو نظرنا إلى الغرب في الحقيقة الغرب لم يصبح بين الليلة التي وضحهاها بلدان الديمقراطية وإنما ارتبط هذا بالوعي وارتبط حتى بالثروة الصناعية الثورة الصناعية التي حصلت لأنه كما نعرف جميعا بأنه عندما تتحقق البناء الاقتصادية التي تطمئن الإنسان لموضوعة مستقبله المعيشي هي لتعطيه مقوم وعي كبير يتعامل مع المفاهيم الديمقراطية نعم دكتور عبد الحميد العاني يعني حتى نبدأ وياك من آخر ما انتهى إلى دكتور مثنى الترسيخ الديمقراطية وإشاعة الثقافة الديمقراطية ومفاهيم الديمقراطية عملية تراكم يتأتي مع الزمن ومع أيضا الممارسة وتحتاج أيضا إلى بناء كما أكد دكتور مثنى والديمقراطية لذا المناهضين لهذه التجربة الديمقراطية وأنتم هل تعلماء المسلمين أيضا من المناهضين لهذه التجربة يجب أن تعطوا مزيد من الوقت والصبر إذا ما أردتم ديمقراطية العراقيين طبعا جميعا إذا ما أرادوا ديمقراطية عليهم بمزيد من الصبر بيعطوهم مزيد أيضا من الوقت يتفاعلوا مع هذه الديمقراطية أما أنه بين عشية وضحاها بين بلية الديمقراطية والصبح تنجز هذا غير ممكن بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد ما يحصل في العراق منذ 2003 إلى الآن يدلل على أنه لا وجود لشيء اسمه ديمقراطية على الأقل في هذه الجزئية التي أشار لها الدكتور رافع قبل قليل الذي هو ليس منظومة كاملة وإنما جزء من جزئيات الديمقراطية التي هي قضية الانتخابات التي يراد أنهم فقط أن تختزل الديمقراطية بهذه العملية السورية ما حصل في العراق أيضا هي ليس قضية فشل في هذه التجربة وإنما هو مقصود أنه يتم هذا لذا هذه التجربة لم نرى منذ 2003 إلى الآن أن هناك متغيرات في هذا الذي يجري وإنما هي تسير على نمط واحد لماذا؟ لأن المشروع الأمريكي في العراق بالتوافق مع الأشروع الإيراني يريد استمرار هذه العملية السياسية على الأسس التي بنيت أو أرادتها هاتين الإيرادتين ولا سيما المشروعين ولا سيما الأمريكي لصناعة فوضى في العراق ولتدمير هذا البلد لا يراد للعراق أن تقوم هناك لا حرية حقيقية ولا أن يكون هناك إرادة شعبية لماذا؟ إنه باختصار لو هناك إرادة شعبية حقيقية فإن الإرادة الشعبية العراقية أول ما سترفض سترفض الاحتلال لذا كان لا بد أن يكون هناك فرض لهذا لإدارة هذه المشروع هذه العملية السياسية وعليه كل الذي جرى من صور منذ 2003 إلى الآن هي قضية فقط شكلية لخداع الرأي العام سواء كان في العراق ربما كشكل جزئي ولكن الأكثر هو خداع الرأي العام العالمي على أن هناك ما يسمى بالديمقراطية اختزلت في أمرين هذه ما يسمى بالديمقراطية في العراق اللي هي قضية الحرية ولكن الذي جرى أن هناك فوضى في العراق يعني مثل ما أشار الدكتور مثنى قبل قليل اللي هي قضية الحرية والفضائيات والصحافة ولكن هي فوضى حقيقة وليست حرية دكتور رافع الفلاحي يعني كل قوى العملية السياسية تقر وتعترف أن هناك إخفاقا كبيرا في العراق في المسار الديمقراطي وهناك جبال من السلبيات موجودة في العراق لكن هذا لا يعني أن المشروع يقتل أو ينتهي هذا المشروع لأن هذه أيضا التجربة الديمقراطية فيها مؤسسات ديمقراطية قادرة على تقويم هذه التجربة تقويما ذاتيا تعدل المسار تصوبه وبالتالي لا خوف على هذا المشروع حتى وإن اعترضته أعاصير معوقات هزات بالنهاية هذا المشروع هذا المشروع التجربة الديمقراطية ستشير على السكة الصحيحة وإن انحرفت في محطات زمنية ذات اليمين أو ذات الشمال فعلا؟ لا طبعا يعني بالكلام النظري الحديث عن الديمقراطية بشكل عام كمفهوم نعم هذا الكلام صحيح يجب أن تؤسس لها مؤسسات وترعاها وفكر وتوجهات وإطار نعم يصوب مسيرتها ويدفعها للأمام لكن في التجربة العراقية الحديث يختلف الحقيقة ربما سأجيبك عن سؤالك بطريقة أو بأخرى من كلام الدكتور مثنى واخي الدكتور عبد الحميد قبل قليل أريد صياغة سؤال ربما هل أمريكا فعلا أخطأت في صياغة نموذج الديمقراطية للعراق أم هي أرادت أن تقدم هذا النموذج المشوى هذا الملتبس هذا المفهوم الملتبس للديمقراطية فقط أقرأ عليك ما قال الرئيس بوش في أولا في الذكرة الثانية لغزو العراق قال نجاح العملية الديمقراطية في العراق يمكن أو نتمنى أنه سيؤدي إلى ثورة ديمقراطية شاملة في المنطقة وقال أيضا العراق سيكون واحدة الديمقراطية أو نموذجا سيعمم على الديمقراطية أو الديمقراطية في دول المنطقة يعني الأمريكان من البداية رائدين ديمقراطية في الإرام نعم يتكلمون هكذا ويقصدون الفوضى بدليل أن كل القطوات التي يحدث فيما بعد ذلك هم يريدون الفوضى وأثاروا الفوضى في كل المنطقة الحقيقة لذلك أنا أسأل هذا السؤال هل جاءوا بنموذج حقيقي للديمقراطية لكي يطبق بالعراق وبالتالي أهل العراق فشلوا في تطبيقه أم هو يعني نموذج مشوه وفكر ملتبس ومفهوم ملتبس لو كان المفهوم حقيقي أن أمريكا تريد هذا الموضوع كما قال أخي الدكتور المثنى هذا يحتاج إلى وعي وعي شعبي وعي وطني وعي في كل الفئات لكي تختار طريقة ديمقراطية هذا الوعي سيؤدي إلى رفض الاحتلال فكرة الاحتلال فكرة تفتيت البلد فكرة عدم محتة فكرة هذا استقلال الغير منجز سيادة غير المنجزة كل هذا ثروات المنهوب هذه كلها سترفض فبالتالي أنت لا يمكن لأمريكا أن يعني تعبر بجنودها وبجوش الأطلسي بكل هذه الآلات لتحتل العراق والدمرة وبالتالي تأتي له بتجربة تعيد الوعي الوطني وتعيد تركيبة ثقافية بوعي وطني تنقلب عليها وترفضها ولا تقبل بها الديمقراطية ستؤدي إلى وعي الشعب ويجب أن تتوفر لها أرضية من الوعي هذا الوعي يتوفر بثقافة بفكر بخدمات بأمن هذا كل يجب أن توفره حتى توفر هذا الوعي وبالتالي هذا الوعي يؤهلك أن تستقبل هذه الديمقراطية وتتعامل معها عندما يكون لديك هذا الوعي وهذه القدرة سترفض الاحتلال وسترفض كل تبعات الاحتلال وسترفض هذا الوجود الذي حصل إيران وأمريكا وكل هذا ترفض هذه الهويات المشتتة الصغيرة التي تسيطر على العراق هذه من ناحية ناحية الأخرى أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في العراق وأنت لديك مثلا في العراق هم يتحدثون يقولون لدينا في العراق عراق متعددة ليس هذا الحديث العراق متكون منها عراق متعددة وديانات متعددة ومذاهب متعددة طيب لكنه في نفس الوقت السلطة تتحدث أنه هناك مرجعية عليا دينية هي مرجعية سياسية أيضا إذا ما قالت كلمة على كل العراقين اللي يلتزموا بها أنا الديمقراطية من ذلك يعني إذا ما قالت مرجعية النجف أن الحكومة الفلانية حكومة جيدة وهي حكومة سياسية وقالت رأيا سياسيا فلا يجب الخروج عنها هل هذا يعني له علاقة بالديمقراطية أو له علاقة بشكل الديمقراطي أبدا فلذلك هذا المفهوم مفهوم مشوش ومفهوم ملتبس ومشوه وهو المطلوب مطلوب أن نعيش هذه الفوضى في حديث عن الديمقراطية أخرجوا الدستور يضمن التظاهرات ويضمن الاحتجاج لكن من يستجيب لك ومثل ما قال الدكتور مثل ما قال الدكتور مثنى 160 صحيفة وأكثر يومية تصدر لكن ماذا المكتوب به ومن يسمع مع 300 حزب 300 حزب يشاركون في الانتخابات 82% من العراقين في آخر انتخابات حصلت لم يشاركوا رفضوا الانتخابات قرروا قرار يعني هو اتخذوا قرار الشعب العراق اتخذ لا يشارك في الانتخابات من المسموح لهم بالمشاركة من الذين يحق لهم المشاركة لم يشاركوا ونسبة المشاركة تتجاوز العشرين بالمية لكن ماذا قالوا بالكذب والفساد قالوا أكثر من أربعين بالمية وشكلوا هذه الحكومة وبالتالي الان هم يتآمرون على الحكومة يقولون هذه الحكومة فاسدة وغير قادرة وانتو اختاريتو وعندما يتحدث عادل عبد المهدي قبل يومين في خطابه قال انتم من تتحملوا المسؤولية على الشعب العراقي لأنكم انتم اخترتوا هذه الحكومة والشعب العراقي براء من الملتقابات إذن قضية الديمقراطية قضية كاذبة وهمية ومفهوم ملتبس وغير موجود في العراق حقيقة سنتحدث أيضا عن هذا البناء الديمقراطي وأن شابت بعض السلبيات أو الكثير من السلبيات هل يتم التضحية به والعودة إلى المربع الأول كما يتم الترويج أو تخويف المجتمع لكن بعد طبعا هذا الفاصل القصير نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار عن حقيقة ومفهوم الديمقراطية في العراق ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في العراق الجديد واجهتها هناك ما يسمى هناك اشتركوا في القناة هناك التدخلات الإقليمية مشاكل ما قبل عام 2003 هذه التجربة الوليدة والرائدة والواعدة في المنطقة هل يتم التضحية بها الآن والتخلي عنها والعودة إلى المربع الأول أم مسايرتها وتحمل سلبياتها للوصول إلى تجربة ديمقراطية على غرار ما موجود في الدول الديمقراطية نضحي بها أم سايرها يعني في الحقيقة يعني أريد أفكر بصوت عالي في هذه الندوة عندما نتحدث عن موضعة الديمقراطية أنا لا أجد بأنه هناك بناء ديمقراطي في البلد وحتى عندما استشهدت بما قاله جورج بوش في الحقيقة لو نظرت إلى مسار التصريحات جورج بوش أو إلى مسار الغزو للعراق كان في البداية بعيدا جدا عن موضعة الديمقراطية لم يتحدث أحد بنقل التجربة الديمقراطية وقيام ديمقراطية في العراق كان أسلحة دمار شامل ثم أتت مرحلة ثانثة بعد أن انتفض العالم كله في موضوعة أسلحة الدمار الشامل ووجد بأنه لا شيء هناك تم التوسل بوسيلة جديدة وهي وسيلة الديمقراطية إذن لو نظرنا إلى الحقيقة الموضوع لا وجودة لديمقراطية ولم يتصدى أي أحد سواء قوة دولية أو أقليمية لموضوعة قيام الديمقراطية في العراق هذا أولا ثانيا لو نظرنا إلى موضوعة الديمقراطية الديمقراطية بأبسط معانيها التي يعرفها أي إنسان بسيط تقول بأنه هي سيادة الشعب وسيادة الأمة إذن سيادة الشعب وسيادة الأمة هي التي تعطي مصدر قرار لجسم سياسي محدد موجود لكنه لو نظرت إلى العراق هناك برلمان دكتور هناك برلمان نعم فيه ممثلون الشعب أنا أتفق معك هناك برلمان ولو نظرت إلى الدولة العراقية لو تجد بأنه كل الهياكل الرسمية موجودة حالها حال أي دولة شرقية أو غربية لكن ابحث معي عن مصدر القرار أين هو هل موجود في هذه الهياكل أم هو مصدر القرار موجود خارج هذه الهياكل في الحقيقة مصدر القرار هو موجود خارج هذه الهياكل الرسمية يعني اليوم نحن نعيش في هيكل دولة لكنه القرار السياسي موجود في الخارج أنظر إلى أنه الوزير عندما يكون في اجتماع مجلس الوزراء لا يستطيع الموافقة على قرار محدد من مجلس الوزراء ألا بعد الرجوع إلى مرجعيته الموجودة سواء المرجعية السياسية وسواء المرجعية دينية وبالتالي عندما هذه كلها تتقاطع مع كلمة الديمقراطية حتى دكتور دا سمحت لي قالت الميليشيات جميعا الذين الآن هم ممثلون في المؤسسة العسكرية تشكيل عسكري تابع للدولة العراقية قائدة رئيس الوزراء القادة العامة قوات المسلحة يعني ليس هناك من خجل أو حياة في أن يقولوا نحن نتلقى تعليماتنا من الولي الفقيه نحن مرجعيتنا الولي الفقيه وحتى بالعلاقات حتى رأينا بالعلاقات العربية عندما حاول العراق في مرحلة ما ينفتح على العراق على العرب كان هناك صانع قرار آخر أقليمي منع هذا الانفتاح وهو صانع القرار الإيراني وحتى هناك من هم في العملية السياسية تحدثوا بصراحة وقالوا من يعين ويأتي بالرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بغيره هو قاسم سليماني وقاسم سليماني أصبح صانع قرار فيها إذن عندما تنظر لا يوجد أي مؤشر على وجود عملية ديمقراطية في العراق وبالتالي نحن نتحدث عن شيء غير موجود في الحقيقة على أرض الواقع ثانيا دعني أستشهد بمذكرات الرئيس الراحل جاك شيراك في الجزء الثاني قال قلت إلى جورج بوش وجها لوجه لا تتلاعب بالعراقيين والعراق وتقول بأنك تحاول صناعة ديمقراطية الطبيعة جيوسياسية والاجتماعية للعراق تتفطلب قرونا من الزمن لبناء الديمقراطية في هذا المنطق لماذا ذكر الزملاء أنه نحن في الحقيقة مجتمع عائلي مجتمع عشائري مجتمع ديني اليوم عندما الإنسان تتعارض رؤاه مع رجل الدين يوجب عليه رجل الدين أن يطيعه عندما تتعارض رؤاه مع شيخ العشيرة يجب عليه هذا وبالتالي في الحقيقة نجد بينه نحن نتحدث عن شيء غير موجود دكتور عبد الحميد العاني أيضا من مشاكل هذه التجربة الديمقراطية الموجودة في العراق هو العقلية الطائفية الهوس الطائفي للقوى الرئيسية المتحاصصة المشاركة في العملية السياسية طبعا هوس طائفي وهوس طبعا عرقي وكانت هذه واحدة أيضا من الأسباب الرئيسة في إفشال هذه التجربة الديمقراطية إن كانت موجودة أو تشوهة موجود نموذج ديمقراطي مشوه يعني بقاء هذه العقليات ممسكة بتلابيب هذه العملية الديمقراطية التجربة السياسية الموجودة في العراق هل يمكن معها أن يكتب أي نجاح أو إن عاش هذه التجربة مرة أخرى ممكن أن تنتعش لا يمكن له ضديني أن يجتمع نعم ونحن أيضا كما أشار أيضا الأساتذة قبل قليل أنه هذه المحاصصة الطائفية والفكر الطائفي والممارسات منذ 2003 إلى الآن هي لا يمكن أن تبني مثل هذه المنظومة أو مثل هذه الممارسات يجب أن نتذكر هنا أن الموجود اليوم حاليا هو امتداد منذ 2003 اللي هي بداية ما يسمى بمجلس الحكم نحن هناك قاعدة تقول فاقدوا الشيء لا يعطيه مجلس الحكم هو مجلس فرضه الاحتلال الأمريكي بناء على محاصصات ونسبه وحددها وجاء بأشخاصها وفرضهم على الشعب العراقي ولم يتم اختيارهم من قبل الشعب هؤلاء بالمناسبة الجسم الذي جسم المجلس الحكم هو ذاته مستمر إلى هذه اللحظة لا يوجد يعني تغيير جذري في هذا البناء ذات المؤسسات أو عفوا ذات الكتل أو الأحزاب التي بني عليها ذلك المجلس الحكم هي مستمرة إلى الآن وطيلة السنوات الماضية كانت عمدتها على الخطاب الطائفي والممارسات الطائفية وجعلت من الشعب العراقي يتخندق في مراحل كثيرة يتخندق طائفيا حتى تستمر هي هذه الأحزاب ولذا نرى أنها دائما تصر على هذا النهج وتزرع الفتن بين أبناء الشعب العراقي ضمانة لاستمراريتها هذا أمر الأمر الآخر الذي يجب أنه أيضا لا ننساه أنه ربما قد يعني يساء فهم ما ذكره الدكتور قبل قليل دكتور بثنان أنه الشعب العراقي مرجعيته الدينية وطبيعة الشعب العراقي العشائرية نعم هذا صحيح لكنه أيضا لا يساء الفهم أنه اللائمة أو التبعية تلقى على الشعب العراقي يعني الشعب العراقي لا يصلح أو لا تصلح له الديمقراطية لا شعب العراقي من الشعوب خاصة في المنطقة جميعا من الشعوب الحية والواعية وربما له سبق أكثر من غيره من حيث الوعي والثقافة والكفاءة وإلى غير ذلك التبعية أولا وأخيرا على هذا النظام الذي مدعوم بالقوة من المجتمع الدولي ولا سيما من قبل المشروعين الأمريكي والإيراني احتلال بالقوة ولذا جميع الممارسات يقصد ولعله هو يجاوب أنه عملية دمقراطة المجتمع قسرا بقضية مستوردة واضح أما أنه بقناعة وبتفاعل هو هذا اللي يقصد هو مفهوم لكنه أنا قصدي حتى لا يساء مثل هذا الأمر وربما يفهم بهذا الشكل لذا يعني كممارسات أيضا ما يسمى يعني على سبيل اليوم المثال نحن اليوم نتحدث عن تظاهرات عارمة اشتاح الشعب العراقي اسمحني خلينا نسأل عن التظاهرات فقط فقط هذه الجزئية عفوا يعني كيف يواجه الشعب اللي هو من حق أنه يعبر عن رأيه أليس من أحد وجوه الديمقراطية تعبير الشعب عن رأيه كل هذه وهي قيمة مضمنة في الدستور أن حرية التعبير العامة قيمة مصانة ومحترمة في الدستور والشوارع العراقية تسيل بهذه الدماء والدائم الأكبر لهذا المشروع ساكت بل دائم لاستمرار هذه المنظومة السياسية لأن القضية قضية قوة والقوة لا تستقيم مع قضية ما يسمى بديمقراطية دكتور رافع الفلاحي يعني دكتور عبد الحيم العاني أوصلنا إلى هذا التظاهرات الموجودة اللي الآن طبعا عدد القتلى أعتقد 110 قتلى 4000 وكثر من الجرحة مع هذه التظاهرات وإيضا هذا الحراك كان تراكمي هناك تظاهرات 25 إشباط تظاهرات المحافظات المنتفضة نهاية 2012 تظاهرات 2018 وهذه التظاهرات الآن هل التجربة الديمقراطية خلنا نتفقق تجربة ديمقراطية تعمق مأزقها أكثر تفاقمت حالتها أكثر يعني يبدو أنه الآن مع هذا الوضع اللي موجود لا شفاءة يرجى لهذه الديمقراطية أستاذ ماجد يعني ما دمنا نتحدث عن الديمقراطية هل كنت ديمقراطية دكتور موجودة الديمقراطية وأنت تريد أن تجبرنا على قبول أن الديمقراطية موجودة عن الديمقراطية مهاجبر كنت فضل وما دامت هذه الديمقراطية وريد أن نبدأ نعم أقصد حتى من وجهة نظر أصحاب الديمقراطية هم الذين يقولون أنه هناك ديمقراطية الآن هناك أزمة وهذه الأزمة أو مأزق المأزق هذا يتعمق نعم ربما قبل قليل كنت في حديثك مع الدكتور مثنى تقول له أنه هناك برلمان وهو من يمثل الشعب نعم الحقيقة نعم لدينا هيكل أو إطار يسمى البرلمان لكن داخل البرلمان لا يمثلون الشعب هم بالحقيقة يمثلون على الشعب لا يمثلون الشعب يمثلون على الشعب بدليل أنه في الديمقراطية واحدة من أسس الديمقراطية أنه يكون هناك فصل بين السلطات سلطة التنفيذية عن السلطة التشهيرية يعني القضائية اليوم اليوم بالذات مدام نتحدث عن التظاهرات قالوا أن رئيس البرلمان سيجتمع مع ممثلي التنسيقيات التظاهرات وشاهدنا على الشاشات مجموعة من الناس جالسين لا نعرف إن كانوا هم فعلا يمثلون التظاهرات أم لا التنسيقيات الميدانية طبعا رفضت أو نفت أن يكونوا هؤلاء من المتظاهرين بغض النظر نعم رئيس البرلمان اللي هو السلطة التشريعية نعم واللي هو ليس له علاقة بالسلطة التنفيذية يعني علاقته هو يشرع ورقابي والسلطة التنفيذية ورقابية تشريع ورقابي أما أن يعين ويوظف ويشغل وينهي مشاكل كبيرة هذه غريبة أنا يعني استغربها جدا جدا لذلك أنا أقول هم يمثلون على الشعب ولا يمثلون الشعب لذلك ما شاهدته كله تمثيل لأنه في اللحظة الذي تحدثوا عن الصناعة قال سنفتح 50 ألف معمل طيب ما أنتو 16 سنة هذه الحكومات المتتالية قضت على الصناعة في العراق دمرت لا شيء اسمه صنعة في العراق نحن نستورد من إيران البضاعة يعني تملأ الأسواق إيرانية وغير إيرانية ومستوردة والعراق بلد مستهلك وهذا طبيعة النظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادي أن يكون العراق بلدا مستهلكا والشعب العراقي بلد مستهلك يعني شعب مستهلك لكل القضايا لا يصنع شيئا هذه واحدة فكيف تفتح 50 معمل في لحظة واحدة تقرر لماذا تقرر الآن بعد أن خرج الشعب هذه المنة الدموقراطية قال سنوظف الناس نوظفكم أنتون ندخلكم بلدو ونفتح باب التطوع للجيش ما الجيش عندك مليونين طيب أنت وسلطة تشريعية كيف تجبر السلطات التنفيذية على تنفيذ أمرك بهذه الطريقة أنت تعين بالجيش وأنت تفتح باب التطوع بالجيش بهذه الطريقة سلطة تنفيذية ورئيس وزراء وحكومة وهي من تقرر لذلك يعني ويقول أنه مليون ونطوع الناس كم تطوع أنتم من البداية قلتوا السياسة العامة نحن لا نريد بلدا مثل ما قالوا لا نريد بلدا يعني يسعى إلى السلاح والتسلح وعسكرة المجتمع أنت لديك مليونين ومليونين باعتراف وزارة التخطيط تقول يعني قبل أكثر من أربع سنوات قالت لدينا أربع ملايين ونصف موظف مليونين من عندهم مليونين ونصف مدنيين ومليونين عسكريين الآن عند نصف ملايين هم يتحدثون عن ست ملايين مليون ونصف عسكر والباقي مدنيين ويتحدثون عن بطالة مقنعة هذه كلها الوظائف هذه تراهل بالدولة هذا ليس صحة هذا خراب لأنه كل الاستبيانات تؤكد أن الموظف في العراق لا يشتغل باليوم الواحد أكثر من ثمان دقائق نعم فبالتالي أنت من تحسب يطلح هذا الموظف لا يعمل شيء يضحكون على الناس وبالتالي أنت أي مشروع تقدمه للدولة يجب أن تدفع إلى عموله وكل موظف يريد أن يتوظف في أي مكان من الآن يجب أن يدفع رشا 15 ألف دولار 15 ألف دولار وأكثر حتى يتعين في وظيفته من المعلم من ال يعني اللي يقف المنظف بالشارع إلى رئيس الوزراء كلها يدفعون رشا ربما رئيس الوزراء ما يدفع أموال بس يدفع مواقف ويفتح بواب غير شكل لناس ويفتح مشاريع فبالتالي أنت أمام صيغة ليس لها علاقة بالديمقراطية نهائيا وليس لها علاقة بصيانة الشعب والحفاظ على الشعب هذا كذب يضحكون على الشعب لذلك أنا قلت يمثلون على الشعب وهذا رئيس البرلمان اليوم مثل على الشعب يحاول احتواء هذه هذه التظاهرات بهذه الكذبات الغريبة عجيبة يريد أن يبين طيب وأنت في نفس الوقت هو الذي يتحدث عن يعني وعذرني للإطالة باختصار شديد العراق يعاني في موازنته لعام 2016 وأعلنت بشكل واضح يعاني من عجز 23 مليار دولار كيف يمكن أن تعين الناس بهذه الطريقة وتفتح المعامل وأنت عندك عجز 23 مليار دولار ما عارف من السدع وعندك ديون متلتلة على الشركات غير قادرة وعندك أكثر من 20 جهة دولية تطلبك فلوس تطلبك أموال تريد من عندك أموال إن صدقوا في التوظيف فهذه طامة وإن لم يصدقوا فهذه أيضا طامة كبرى إذن لديك أنت سياسة فوضوية كذب محاولة الكذب على الناس محاولة الضحك على الناس محاولة تخدير الناس هذه حقا يحاولون أن يضربوا الشعب بها بصيغة الديمقراطية وهو يمثل الشعب واقف هو ليس له علاقة يعني حتى هذه المشاريع التي تحدث عنها سيوحيلها إلى السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية قد ترفضها قد يرفض رئيس الوزراء والمفروض رئيس الوزراء يتحدث بهذا الكلام ليس رئيس البرلمان شون علاقة رئيس البرلمان بهذا الحديث وهو لا يمثل الشعب لأن القوى التي في البرلمان لا تمثل الشعب نعم عندما 82% من الشعب ما ينتخبهم هل يمثلون ذول الشعب دكتور مثلنا يعني الديمقراطية من 2003 واجهتها الكثير من التحديات مقاومة ثورة 25 إشباط وغيرها أيضا من الحركات الشعبية لكن هناك من يقول أن هذه الديمقراطية أو التجربة عموما السياسية بعد عام 2003 بعد انتفاضة تشرين وضعتها على كف عفريت تجربة ديمقراطية هي على المحك ما بعد انتفاضة تشرين في العراق ليس كالذي كان قبلها فعلا مبالغة في التحليل في التوصيف يعني لكي أتي إلى نهاية الحديث وأقول بأنه إذا كنا نؤكد بأن هناك تجربة ديمقراطية في العراق إذن كل هذه الطبقة السياسية الموجودة هي جاءت بانتخابات حرة ديمقراطية هذا المفهوم الحقيقي لكنه عندما ننظر إلى الإفرازات على الواقع العراقي نجد بأنه هذه ديمقراطية هي ديمقراطية غير موجودة أو فاشلة أو أو مشوهة وبالتالي سوف تصبح الطبقة السياسية أفرزتها انتخابات كما أفرزت الانتخابات هتلر هتلر جاء بانتخابات ديمقراطية لكنه هل فعلا كان هتلر هو القائد الحقيقي نعود إلى موضوعة الديمقراطية ونقول بأنه الديمقراطية هي منظومة لتنفيذ الاحتجاجات الشعبية ولتنفيذ المطالب الشعبية وللوصول إلى رابط المواطن لكنه عندما تستمر هذه التجربة لمدة أكثر من 15 عاما ونجد بأنه الاحتجاجات الشعبية في حالة استمرارية تصاعدية إذن فقدت الديمقراطية موضوعة تنفيذ الاحتجاجات الشعبية هذا الثانية تقوم الديمقراطية على أساس الشفافية والمحاسبة قل لي أين هي الشفافية والمحاسبة عندما نجد كل هذه الفقاعات الموجودة على أرض الواقع من سلب ومنهب وبالتالي تصدر هذه الديمقراطية قرارات تعفي عن من سرق وتطلب منه العودة مرة ثانية على شرط أنه يرجع قسما من الملغ أو كثير من الملغ هذه المنظومة في الحقيقة أثبتت فشلها وبالتالي أثبتت بأنه عدم موجود حتى بذور للديمقراطية في هذه الفجر على ذكر البذور دكتور يعني الآن كوندليزا رايس قبل تقريبا سنة اعترفت أنه الأمريكيون لم يذهبوا إلى العراق أو أفغانستان لإرساء الديمقراطية كان هناك نظام في العراق يشكل خطر نظام طالبان ملاذ للقاعدة هذا صحي مع مع أي تحدي حقيقي يبرز الخطاب الطائفي لقوة العملية السياسية الطائفية من من نوع نحن الأغلبية ويجب أن نحكم نحن الذين كذا إذن من هم الديمقراطيون من هم أصحاب هذا المشروع الأمريكيون يتحدثون أنه ليست ديمقراطية الإيرانيون يتحدثون بخطاب مفردات طائفية إذن من بقي ديمقراطيين في العراق لا لا في الحقيقة لا وجود لهذا المفهوم لا وجود لهذه التجربة نحن نتحدث عن شيء غير موجود على أرض الواقع كلما أي باحث وأي مراقب سياسي للعملية السياسية منذ ابتدأت وحتى اليوم يجد بأنه هناك وجود طبقة سياسية هذه طبقة سياسية قائمة على أساس السلب والنهب وبالتالي صاحب القرار موجود خارج هذه المنظومة وصاحب القرار مستفيد في الحقيقة من كل هذه الحاصل اليوم على أرض الواقع وبالتالي نجد بأنه هناك الديمقراطية تنمي الثقافة وتنمي الثروة الاجتماعية وتنمي الطبقات اليوم لا وجود لتنمية العقل العراق في داخل المجتمع العراق وبالتالي لا أن نتحدث عن شيء غير موجود في الحقيقة دكتور عبد الحميد العاني يعني الديمقراطية التجربة الديمقراطية هذه حقيقتها لكن الحقيقة هذه الحقيقة انكشاف هذه الحقيقة افتضاح هذه الحقيقة الحقيقة فقط تأجل زمنيا وإلا هذه الحقيقة موجودة من عام 2003 الآن بعد هذه التظاهرات وهذه الآن التظاهرات تفاضة التشرين هل تعتقد أنه الآن كما يقال ذاب الثلج وبانا المرج وهذه هي ساعة الحقيقة التي ربما لن لن تعاد عقاربها إلى الوراء نعم هذا الشيء أكيد ولا سيما حينما ننظر إلى الشعب اليوم شريحة الشباب التي هي الغالبية التي تقود هذه التظاهرات وليست تظاهرات جديدة بالمناسبة هي امتدادات لتظاهرات قديمة جدا ومستمرة هذه الشريحة شريحة الشباب لا ننسى أنهم هم أكثر الذين ولدوا في ظل هذه التجربة أو كانت أعمارهم صغيرة ونشأوا في ظلها وفي ربوعها وليس لديهم لا تعلقات ولا تأثرات سابقة كما ربما يتهم أو يراد أن يتهموا هؤلاء اليوم أدركوا هذه الحقيقة وعرفوا أن هذه أكذوبة كبيرة يراد منها فقط تمرير هذه المشاريع الخارجية ومصالح هؤلاء وإلا هذه الحقيقة اليوم أنه يوجد أكبر في العراق أكبر بلد فيه انتهاكات لحقوق الإنسان بلد يدعى في الديمقراطية وقمع لكل التظاهرات والاعتصامات السلمية يدعى بالديمقراطية وهناك الذي الذي يحدث تغول للفساد المناصب تباع وتشترى لا يوجد هناك توزيع للمناصب بناء لا على استحقاق بالمناسبة حتى الانتخابات رغم أنها صوارية حتى بعد ذلك توزيع المناصب لا يتم بناء على ما يسمى استحقاق انتخابي رغم الانتخابات المزورة والمشوهة والقاصرة والمقاطعات وإنما بناء على فرض إرادات خارجية وبناء على بيع وشراء هذه الحزاب وماذا سيجني بعد ذلك من عقود على حزاب الشعب الآن هذه التجربة أصحابها خاصة القوى الطائفية والميليشياوية استنفذت كل ما في جعبتها من حجج وذراع من مظلومية تاريخية للشيعة إلى القضاء على النظام الدكتاتوري والاستبدادي إلى القضاء على الإرهاب إلى القضاء على داعش الآن ما الذي بقي حتى يواجه أو يطلب مزيد من الصبر أو الوقت من المجتمع خاصة الآن التظاهرات فيما يصفونه بقواعد القواعد الاجتماعية لهذه الأعزاب الطائفية يعني ذو يعني مثل ما طلبت بديمقراطية نوافقك على أن تجربة ديمقراطية موجودة في العراق ما دام هم مقتنعين أن هناك تجربة عندما تسقط هذه التجربة بهذه الطريقة التي نتحدث عنها الآن عندما يسقط كل شيء غير قادري ليس لديهم إلا الاستبداد ليس لديهم للوجه الحقيقي اللي يمثلوهم واللي هو يسكنهم ويسكن عقولهم ويسكن نفوسهم يعني بما اختلفوا عن أنظمة القمعية والدكتاتورية هم نظام استبدادي قمعي لأنه الديمقراطية لا تمثل يعني الأقلية والأكثرية هي الأقلية السياسية والأكثرية السياسية وليس الأقلية المذهبية والأكثرية الطائفية هذه اللي تحدثون عنها والأغلبية السياسية والأقلية السياسية من يختارها الشعب لذلك حتى في هذه القياسات غير موجودة هناك ميليشيات هناك تحكم هناك صيغ غريبة عجيبة في العراق لذلك الآن ليس لديهم سوى اليد التي تبطش هم يتوعدون بها وخطاب عادل عبد المهدي واضح كان ذهبتم في هذه التظاهرات ذهبتم في هذه المطالبات سنواجهكم لم يلم حتى القوى الأمنية على مرتكبته من جرائم ارتكبته بحقها الشباب الجميل البديع العراقي اللي يطالب بأرصد شغلات لكن الرصاص والقتل ويتهموه هو بإثارة هذه فالقضية ليس لديهم إلا العودة إلى أو نزع القناع يعني بالتعبير البسيط هو نزع القناع وظهور على حقيقتهم كسلطة استبدادية بشعة طائفية أكثر استبدادية من السلطات استبدادية ودكتاتورية في العالم كله أما قضية انتخابات ترى هناك كثير من الأنظمة الدكتاتورية أيضا تجري انتخابات ونسب محددة وأحزاب تفوز لكن بهذه الطريقة هي ليس إلا علاقة بالديمقراطية هذا نظام استبدادية نظام طائفي نظام كريه رث يحاول أن يسترق كل شيء وفاسد ومخرب شكرا ليدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وشكرا أيضا ليدكتور عبد الحميد العالي ناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق وشكرا أيضا ليدكتور مثنى عبد الله الكاتب والباحث السياسي العراقي وشكرا لكم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة